السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايضا بعد ما رأينا تفاعلات انحلال الكليكوز على مستوى الجبلة الشفافة في المرحلة الاولى والتي اعطينا جزئتين من حمض البيروفيك اليوم سنرى تسجيل هذا ان شاء الله مع ما صار حمض البيروفيك المنتج خلال انحلال الكليكوز حمض البيروفيك سيدخل في دورة كريبس بمعنى تسجيل هذا ان شاء الله سنرى تفاعلات دورة كريبس حمض البيروفيك المنتج على مستوى الجبلة الشفافة سيدخل الى ماتريس الميتوكوندري بحيث يتحول الى السيتيل كو انزيم ا السيتيل كو انزيم ا السيغاء الكيميائية اليالو سي اشتروى سي او كو ا السيغاء 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 هذا ما دخلش التفاعل بمعنى هذا ما عندوش علاقة يعني هذا السيغاء هذه ما عندش علاقة بالكاربون وهذا ما عندش علاقة بالأكسيجين سيكون السيغاء سيكون ازالة الكاربون والهيدروجين والاكسيجين سيكون سيكون حمض البيروفيك الى ماتريس الميتوكوندري سيتحول الى السيتيل كو انزيم ا اذا كنت نشوف مالفرق هذا المطلوب مني انا هو نشوف مالفرق ما بين حمض البيروفيك السيغاء الكيميائية ديالو وما بين السيتيل كو انزيم ا اذا السي اش تروى السي اش تروى السي او ها هي السي او مقالية السي او او اش فين مشات اما هاد كو اه هذا راح انزيم مساعد ما عندوش علاقة بالتفاعل السي او او اش فين مشاو عندي هنا واحد ان اضي بليس اللي كتوقع لها الاختزال الى ان اضي اش اش بليس وكيف مما كان عرفو ان ان اضي بليس ولايف اضي بليس هو منواقل ديال البروتونات والالالكترونات بمعنى غير نشوف هادين عرفها راهزت واحد جوج ديال اش بليس وحولاتهم باش تحول ان اضي اش اش بليس اذا ستقول لي بالنسبة كان عندي السي او او اش هي اللي فيها المشكلة كاملة دابا واحد الاش مبقاش عندي فيها مشكلة ازتها ان اضي باش تحول ان اضي اش اش بليس ولان انا كان عرف انا هاد كتهز جوج دونك التاني مين غادي تجيبو التاني يا سيدي عندي هنا واحد طرح ديال السي او دو وعندي كذلك تدخل ديال واحد انزيم مساعد اللي هو كو ا اش اذا الاش التاني اللي اخداتو ان اضي بليس اخداتو ديال كو ا اش كو ا اش انزيم مساعد اش اذا ان اضي بليس اخدات الاش ديال هاد واخدات الاش ديال هاد باش تحولت باش اوقع لها الاختزال الى ان اضي اش اش بليس نربع لكو خطر treatingen مشكل واحد هاد سي او او في WHENSHET سي او او في WHENSHET هادی لطرحت علاش كل شكل سي او دو لان السي او ممكن نكتبها السي او دو هاد ويجوش ديال واكسيجين المنص تغيب habl pareil سي او دو تروح شكل تونائي اوكسيد الكاربون اذا ندخل في المرحلة الثانية من دورة كريبس هذه المرحلة تسمى تحول حمض البيروفيك إلى أسيتيل كونزيمة يعني دورة كريبس تكون لها من جوج المراحل هذه المرحلة الأولى ندخل في المرحلة الثانية أسيتيل كونزيمة يجب على مستوى ماترس الميتو كوندري وهناك مرحلة تسمى حمض أوكسالو أسيك والتي تكون من الربعة كربون يجب على جاهز لتفاعل معه جاهز لتفاعل مع الأسيتيل كونزيمة الأسيتيل كونزيمة تحل فيه من كربون هناك 1 جوج يعني هذا هو المرحلة فيه جوج الكربونات إذا تفاعل مع السيكاتر لتحلقها ثاني قلنا هذا ليس كربون هذا لا نزيده لا نقول أن هنا 3 زائد 4 هي 7 لا لدي هنا غير جوج الكربونات هذا مجرد 11 مساعد ماذا سوف يصبح لي السيكاتر مع السيدو سوف تصبح لي السيكاتر سوف تصبح لي السيكاتر السيكاتر يسمى حمض سيتريك هذا يسمى حمض سيتريك السيكاتر زائد السيدو سوف تتقوم بسيكاتر السيكاتر السيدو السيدو كيف يقوم عليهم؟ هنا في هذه الحالة في هذا العادي سوف ي回لك كوءا من هنا المثل ويرد في حالة سوف يتحصل إلى المهمة ليساعد لدورة أخرى جديدة كما ستحول؟ ستحول C5 كما ستحول C5 يجب أن يطرح CO2 كما ننقص منه كاربون يجب أن يطرح CO2 يجب أن يخرج على شكل CO2 لذلك هنا لماذا ننقص الكاربون يجب أن يكون C5؟ لأن C6 يطرح CO2 لذلك ستحول C4 لماذا ستحول C4؟ لأنه ستحول CO2 لذلك ستحول C4 لأنه ستحول C4 لا يزال لأنه ستحول الكاربون يجب أن ننقص الكاربون ستحول الكاربون يجب أن تضع الكاربونيات ونكتب فيهما كذلك C4 لذلك لذلك عندما نصل C4 نحسب بها وفي هذه المفترض أنني ستحول الربعة الذي كانت لديه زائد هذه الليلة هنا يجب أن نصربها بمعنى أن نزيد جوج جوج الـ C4 لذلك هنا لم يتم تطرح الـ CO2 لماذا؟ لأنه هناك إنسان هنا لم يتم تطرح الـ CO2 لأننا وصلنا إلى C4 لذلك الـ C4 الذي كان لدينا على مستوى ماترس الميتوكوندري لذلك يمكن أن ندخله فيه لأنه لأنه سيكون لدينا دورة واحدة أخرى لذلك دائما يجب أن يكون جاهز لذلك كلما تطرح الـ CO2 يتم اختزال الـ H-H-P لذلك هنا عندي الـ H-H-P يتم اختزال الـ H-H-P هنا كذلك الـ H-H-P تختزال الـ H-H-P وكذلك نعقله عليها جيد لدي واحد الكود لكذلك نفهم الأمر جيد واحد الكود اسميته N-N-G-F-N في حدث هل بطاق التخزير نسبت 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 تجربة تجربة نسبت لذلك نسبت نسبت لذلك دي بليس اللي كتت تحول ليها يتم ليها الاختزال الى اف ادي اش دو ثم ما شنوقع عندي ان بمعنى اين ادي دونك هنا فتستعملك اين بمعنى هنا عندي اين ادي بليس اللي كتتختازل الى اين ادي اش اش بليس وهنا سألت دورة كريبس ديالي لكي نعقل عليها نزيان عندي في المرحلة الاولى حمض بيروبيك يتحول الاسيتيل كونزيم اللي في جوج دي كاربون كي يلقى دي جا كاين حمض اوكسالو اسيتيك اللي كتكون مربع دي كاربون كي يلقى دي جا كاين في الماترس وهذا من خصنا نحفظ عليه كي تتفاعل معه كي يقولي السيسيس لان جوج زائد ربعة تتساوي السيسة هذا من عصر كاربون كي يتحول للسيسنج يجب ان يتحول على السيسيس انه يتم تغيير السيسيسه بعدها يتحول على السيسيكاتر لكي لا يحدثي التحول لذلك هذه السيسيكاتر ستكون لدي على دورة حتى نصل لسيسيكتر الذي كانت عندي بمعنى هم كمين غيرون ربعاء فقالية الاختزال نواقل الالكترونات والبروتونات سوف ندرهم على شكل كود N, N, G, F, N N يعني NAD plus G G, GDP plus PA نرى الترتيب 1, J, 3, 4, 5 نرتبهم كما ترتيب المعادلة الحصيلة هذه المرحلة الثالية تسمى دورة كريبس دورة كريبس قوس المنطقة المنطقة مدفقة المرحلة الأولى والتب dues يمكن أن ندر المعادلة حصيلة المرحلة التنية أو ثم نجمعها المرحلة الأولى ما سيكون عندي؟ عندي حمد البيروفيك اللي هو CH3COCOH زائد ما هو آخر؟ نرى المتفاعلات ونرى النواتج ما عندي في المتفاعلات؟ عندي حمد البيروفيك زائد ND plus زائد QA مجبسة فالنواتج شنو عندي؟ عندي الاسي تلكونزيم A C O QA زائد شنو آخر؟ زائد N D plus N D I H H plus زائد CO2 نحن هذه المعادلات على المرحلة الأولى نمشي للمرحلة الثانية شنو عندي؟ المرحلة الثانية ببساطة سننطلق من هنا ونصل إلى هذا الشيء ماذا لدي هنا ؟ لدي المتفاعلات اللي بديت في دورة كريبس أول حاجة بديت بها هي الاسيتي الكونزيمة اللي هو زائد ماذا آخر ؟ زائد ماذا من المتفاعلات اللي كانوا عندي نكتبها كما هي هنا ننجفن غير هو ذلك ما هي ن ؟ نكتبها كاملة نكتبها في البروية و تخرجها ننجفن ماذا عندي من هنا ؟ عندي ثلاثة يعني زائد ثلاثة ون تعني نقضي بلس زائد ما هي الج هي جدب بلس بي جدب بلس بي زائد اخر جدب بلس فسد بلس ماذا كنتحدث كنتحدث كذلك embry Mater لماذا قلت افن؟ لان هذه جي تيب بي في اخر المعطف هي اي تيب بي. لذلك هذه ان ان جي افن ستحول الان ان ان افن. يعني ثلاثة ديال ان. ماذا هم؟ هما ثلاثة. في هذه الحالة هذه ثلاثة ديال ان اضي اش اش بليس. لان في المتفاعلات عندي المؤكسد والمختزل عندي في النواتج. زائد شنو قلنا افن يعني زائد اطيب بي. زائد اف شنو عتولي. معي وقع الاختزال عتولي اف اضي. اش دو. زائد شنو اخر عندي في النواتج. عندي كذلك كو ا وعندي السي او دو. يعني زائد كو ا زائد سي او دو. سي او دو ربما تكون ما كذبانش. هادي السي او دو. اذا كو ا هذا. سنحيطه مع كو ا الذي كان عندي في المتفاعلات. هذا الاش ديال اطرت له. يمكن ان نستخدم عليه. ومن بعد سنجمع المعادلتين. ما سنجمع فيهم؟ المعادلتين من اللي سنجمعهم. ما سنعطيني؟ هذا ما هو؟ السي او دو كو ا. هذا الاسي تلك نظيمة عندي في النواتج. وعندي كذلك في المتفاعلات. حتى هو يمكن ان نحيطه قبل ما نجمع. ما سنجمع عندي شي حاجة اخرى كان في المتفاعلات وفي النواتج. ما سنجمع. ما سنجمع عندي شي حاجة. عادوا حيطتم. ما سنجمع عندي؟ حمد البيروفيك. وهو. CH3. CO. COOH. O. H. زائد اخر. N A D plus. زائد 30 A D plus. هما 4. N A D. plus. زائد اخر. GDP plus PA. GDP plus PA. اللي بتحويل ال ATP. زائد حال من F A D غير واحد. زائد FAD PLUS اللي كتتحول ليه لعياش كتتحول نشوف غير هنا ونعطي النواتج ممكن اللي نشوف غير هنا عندي ربعة عين عدي PLUS يعني هتتحول لربعة عين عدي H H PLUS زائد شنو آخر زائد ATP علش ربعة ها ثلاثة ها واحدة يا ربعة زائد ATP زائد FADH2 زائد CO2 الأول اللي كان هنا نرى كين نجوج ديال CO2 زائد ثلاثة CO2 يعني هات الجوج زائد واحد هي ثلاثة وهان خلصت المعادلة الحصيلة ديال دورة كريبس يعني لا طلب مني معادلة انطلاقا من حمد البيروفيك السؤال إما يكون انطلاقا من حمد البيروفيك ولا انطلاقا من الأسيتيل كونزيمة يقصد هذه المعادلة يقصد المرحلة الأولى بين حمد البيروفيك والأسيتيل كونزيمة يقصد هذه المعادلة ويقصد المعادلة الحصيلة انطلاقا من حمد البيروفيك يقصد هذه المعادلة الحصيلة كاملة ويقصد الطوازون هنا هيتروجين انا 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 هي ثمانية ثمانية هيدروجين وهنا شحل عندي جوج يعني ثمانية زائد جوج حالية من هيدروجين هي عشرة الهيدروجين وهنا عندي غير بعة كي نوزنها إذاً هنا شحل عندي ناقصين ناقصين ستا هيدروجين وبالنسبة لل الأكسيجين شحل عندي هنا من أكسيجين عندي ثلاثة ثلاثة أوضو هي ستا يعني ستا الأكسيجين عندي هنا ولكن هنا شحل عندي من أكسيجين عندي واحد جوج ثلاثة هنا عندي غير ثلاثة يعني شحل ناقصني يعني ناقصني ثلاثة ناقص ثلاثة عندي ناقص ستا الهيدروجين ناقص ثلاثة سنعودهم بدخول واحد الجزئات الماء اللي كنهملها دائماً ثلاثة 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 لأننا ناقصني الهيدروجين هؤلاء المعامل لدينا خلال الهيدروجين يعني أنا أريد ناقص ثلاثة ثلاثة الأكسيجين سوف أردكم الطريقة كيفية هي أكسيجين هي مضربة في ثلاثة هي ثلاثة الأكسيجين لذلك نكون سالية المعادلة الحاصيلة نريد أن نوضع تعريف لدورة كريبس دورة كريبس هي مجموعة من التفاعلات في مرحلتين المرحلة الأولى تحول حمض البيروبيك إلى السيتيل كونزيم مع طرح CO2 اختزال وفي المرحلة الثانية هي مجموعة من التفاعلات للهدم الكل للشق السيتيل حيث يتم أكسيجين ثلاثة إلى ثلاثة وتركيب جزئة بالإضافة إلى أكسيجين إلى ثلاثة مع طرح CO2 وهنا سالية المعادلة دورة كريبس ترجمة نانسي قنقر